اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية واخر فقراتنا النهاردة في حلقتنا من نهارك سعيد وهنلتقي فيها بسيدة مصرية من طراز خاص جدا محبة للعلم والحياة ومتابرة ومؤمنة دايما بقيمة البحث العلمي في تطوير الامم مسالها الاعلى هدى شعراوي وصفية زغلول في خدمة المجتمع والعمل العام عشان كده قدرت تحصل على مقعد الوفد في البرلمان في برلمان مصر 2012 ما بعد التورة عن دايرة صعبة جدا نظرا لامتدادها من المرج للقاهرة الجديدة وبكده بتكون هي واحدة من ثلاث سيدات نجحوا لحزب الوفد من ستة في الاجمالي ثلاثة لحزب الوفد واثنين لحزب الحرية والعدالة وسيدة للكتلة بالاضافة الى انها اول سيدة قبطية تنجح بالانتخاب في تاريخ البرلمان يمكن في تاريخ مصر الانتخابي كله من ايام الفرعنة هيكون معانا دكتورة مارجريت عازر سكرتير عام حزب الوفد وعضوة مجلس الشعب 2012 صباح الخير صباح الخير يا دكتور امنا ورانا يعني في البداية طبعا نحب نعرف رأي حديك في اول انتخابات لمجلس الشعب بعد سولة 25 في الحقيقة في المجمل انا يعني سعيدة بالانتخابات ديات لانها على الاقل احنا كنا كلنا متخوفين انها تكتمل لان طبعا في ظل الانفلات الامن اللي احنا موجودين فيه كنا كلنا عندنا تخوف شديد جدا في الحقيقة ده لازم نرجعه للشعب المصري لان الشعب المصري كان واعي جدا لما نزل كان حريص جدا على الادلاق بصوته كان منظم جدا كان صبور جدا ودي كانت ميزات رائعة ورغم انه هو مش واخد على نزول الانتخابات لكن نزل الانتخابات ووقف في التوابير وصابر وعلى فكرة الناس كانت حريصة جدا على الاسوات ودي كانت مهمة جدا واكبر ايجابية انا شايفة ان احنا حققناها كان فيه طبعا اخطاء كتيرة حصلت لكن بالمقارنة بالاخطاء السابقة يعني انا بعتبر يعني احنا عملنا اكبر انجاز طبعا كان فيه اخطاء ان كان فيه دعاية على الليجان كان فيه بعض الموظفين داخل الليجان بيوجهوا الناس اللي هما ما عندهمش دي الانتهاجات العامة فنم طب ايه اكتر المصاعب والمشاكل اللي وجهت حضرتك في الانتخابات وهل توقعتي الفوزة دكتور شو بقى يعني المصاعب اللي وجهتني اتساعد دايرة في الحقيقة دايرة 14 قسم من المرج تضم المرج اه طبعا وعين شمس والمطارية والشروق وبدر والسلام مصر الجديدة مدينة نصر القاهرة الجديدة اول وثاني وثالث رهيبة جدا انك انت حتى تعلق دعاية انك انت تقدر وجهة نصرك تعرف فيها للناس تنزلي للناس دي صعبة جدا وخاصة ان الدايرة مختلفة دايرة قطاع ريفي وقطاع حضري جدا قطاع ريفي يعني محتاج خدمات مختلفة تماما وحتى مستوى التعليم مختلف وقطاع حضري جدا احنا نطر نقول ان البرنامج نفسه ممكن يكون مختلف اه فانك انت تجد لقيت صعوبة شديدة جدا وانت بتكلم الناس البساطاء اللي في السلام واللي في بدر واللي في النهضة ايه وما تطلع مصر جديدة تتكلم الناس اللي في مصر جديدة صحيح التفاوت طبقي مهول التفاوت الثقافي برضو كبير جدا الاحتياجات نفسها مختلفة في الحقيقة فده طبعا من ضمن الصعوبات ده كان الدايرة كسيدة لا بس انا عايز اقولك على الحاجة الجميلة ان الناس كانت متقبليني كسيدة كانت متقبليني جدا كسيدة ما شفتهاش لا في القطاع الريفي ولا في القطاع بالعكس كانوا بيبقوا ساعداء جدا وانا عايز اقولك على حاجة الناس في الريف يعني مش في الريف طبعا لا القطاع ده بالذات كانت ساعدة جدا وانا بشوفهم بيزغراته وبيقابلوك اه ساعداء جدا ان فيه ساعداء جدا ان فيه ساعداء نازلة الانتخابات وهيدوع صوتهم ما كانش يعني أنا ما كنتش شايفة أنه فيه اختلاف طيب بعض كانوا خايفين السنة دي أنه هم ينزلوا في الانتخابات ويرشحوا نفسهم وقالوا لأ يعني الظروف متوترة في مصر وإحنا خايفين نبقى في الآخر كارت محروق فما نزلوش رأيك إيه فيهم بص يا حالتك اللي ما يقدرش يقدم نفسه لمصر في الظروف الصعبة دي ويقدر يتحمل المسئولية دي أنا أعتقد يعني أنا أسفى ما يستحق الشرف أنه يمثل أهل دايرته أو مصر كلها لأن إذا كنت أنا هستنى لما مصر تستقر واجي ممثلة عن شعب مرتاح لأ أنا أسفى لأ أنا لازم أكون موجودة وأكون موجودة وبشارك البرلمان ده بيشارك في طريق مصر اللي جاي في مستقبل مصر فأعتقد ده شرف إحنا كلنا كنا لازم يعني نساهم فيه ونشارك فيه طيب دكتور نحن هنا بنتكلم بصراحة وخلينا نتكلم بصراحة عن جزئية المصاعب حضرتك بتجمعي صفاتين يمكن فيهم مشكلة عند الطائرات الإسلامية وهي أنا حضرتك سيدة وقت طيب وهو طبعا لا ولاية للقبطي ولا للمرأة فأنا عايزة أتكلم على الجزئية دي تعاملتي فيها مع الناس إزاي خصوصا مع الثقافة القليلة وحضرتك نجحتي ده جزء لونا من السؤال بعد النجاح بقى واكتساح الطائرات الإسلامية للبرلمان وحصول حزب الحرية على العدالة على الأغلبية ويلي حزب النور حضرتك شايفة المشهد هيبقى في البرلمان هيبقى عامل إزاي خصوصا أن حضرتك إحدى المشاركين في صناعة المشهد القادم أنا في الحلقة متفألة جدا جدا بالبرلمان ده ليه؟ المصريين بطبيعتهم لما بتجمعهم هدف بتشوف عظمتهم والبرلمان ده ليه هدف واحد هو وضع دستور متكافئ وأعتقد أن كل الطائرات متفقة معي أنه لازم نضع دستور متوافقة عليه يجمع كل الطائرات وكل الأطشاف وده أنا أعتقد أنه حتى الطائرات الإسلامية يعني متفقة عليه وده هدفنا أنك أنت تحط دستور لسنوات عديدة وعلى فكرة الأغلبية متأكدة من ده أن ما ينفعش دستور يتحط بالأغلبية لأن الأغلبية النهاردة هي أقلية بكرة يعني لأن احنا ربنا سياسيا يعني متقبلين لأخر وبعدين أنت عارفة أن النهاردة الطائر الإسلامي أغلبية بكرة الطائر الليبرالي بعده الطائر ياساري مفيش حاجة في السياسة مفيش ثوابت وبعدين اللي أنا عايز أقوله أن مصر النهاردة محتاجة الكتير حصولية كبيرة جدا طبعا مصر صفرت يعني إحنا بنبتدي من البداية وكأنك كده صفرت على الزيرو طيب ده نص التاني من السؤالي نص الأولاني بقى حضرتك تعاملتي إزاي مع جزئية المرأة والطبطي في ترشيحك وفي التعامل مع التقافة لأنها قلت إن كان في تفاوت شاسع ما بين التقافة طب خلينا نتفق على حاجة المواطن المصري البسيط أنا في تقديري ما عندهوش أي نوع من أنواع التفرقة بين المسيح والمسلم بين المرأة والرقل اللي نحن بنتكلم أنت بتقولي يعني أنت زي نزلت للناس البسطاء في الحقيقة وده تعالى نشوفه في الأحياء الشعبية ويمكن أنا بفتخر دايما إن أنا من شبرة وشبرة دي تضم كل أطياف المجتمع وكل طواقف وعايشين حياة جميلة جدا مع بعض فتعالى نتكلم على المواطن البسيط المواطن البسيط في الحقيقة ما عندهوش لتفرقة دينية ولا رجل ومرأة بل بالعكس لما بتطلع من عندهم سيدة بيفتخروا بيها خلينا نتكلم على أن الفتنة الطائفية عندنا صناعة نظام وقزمة نخب النظام السابق كان دايما بيفتعل الفتنة الطائفية عشان يشغلنا عن ما هو أهم ويشغلنا عن الأخطاء العديدة اللي احنا طبعا شفناها كلنا النخب بتتاجر بالوقضية في الحقيقة إنما أنا بتكلم ده مش بشكل إعلامي أنا بتكلم ده من واقع الأرض أنا موجودة في الشارع مع الناس بحس إن هم بيحبوني ما بيفرقوش تعال شوف المصريين في أعياد الأقباط كلهم تلاقيهم يخشوا ويعيدوا عليهم تعال شوف المسيحيين في رمضان بيسوهم مع المسلمين ويفتروا معاهم ويعني أنا أنا مش شايفة ده في الحقيقة مش شايفة ده في المواطن المصري البصير لكن أنا شايفة ده اللي بيزيدوا إذا كان النظام إذا كان الإعلام إذا كان بعض النخب اللي بيتتاجر في القضية لكن عايزة أقول على حاجة ده ما يمنعش إن الأقباط ليهم مشاكل ويجب النظر لها وأنا شايفة إن كل الطيارات النهاردة بتحاول بقدر الإمكان تحل المشاكل في الفترة اللي جاية إن شاء الله هتحاول يتركزي على مشاكل الأقباط هحاول أركز على كل مشاكل المجتمع ومشاكل الأقباط من مشاكل مصر كلها في الحقيقة طبعا أي مشكلة مش لأني قبطية لكن أي مشكلة تخص الأقباط تخص المصريين جميعا كلنا هنتكلم فيها كلنا هندفع عنها زي برضو القضايا المرأة صحيح طب نلقى نتكلم تاني على تصدر الطائرات الإسلامية في انتخبات مجلس الشعب وتكلم على امتناع السلافيين أو نتكلم على حزب النور بالتحديد عن تهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد البعض شايف إن هي شيء مش مهم والبعض شايف إن ده مناخ غير صحي تماما وغير مطمئن في الفترة الجاي هيكون عامل ساي شوفي حضرتك أنا شايفة إن امتناعهم عن تهنئة الأقباط ده شيء يخصهم شيء مش مقبول من المصريين بدليل إن النهاردة لما كنت تشوفي القدرائية تلاقي يعني أنا شايفة كان عدد مهول من المسلمين بيشاركوا المسيحيين وده تصريح غريب على المصريين هما أنا أعتقد إن بالتصريحات اللي هما بيعلنوها هما اللي خسرين لأن بص لطبيعة المصريين المصريين في كل العصور محبين جدا للحياة متدينين والتدين عندهم تدين وسطي فأنا أعتقد إن ده يدر بيهم هما ما يأثرش على المصريين طب حالت تعليق حضرتك إيه على زيارة رئيس حزب الحرية والعدالة والكثير من ممثلين القوى السياسية وممثلين عن المجلس العسكري طبعا هو جميل يعني بروح الأخوة وواواواواوا ده جميل لكن أنا بتكلم كسياسة كرسائل سياسية حضرتك شايفة الحضور ده فالقدس الإلهي كان عامل إزاي وبيرسل أنهي رسائل يعني أنا شايفة إن الحرية والعدالة لأنها هي خادة الأغلبية بترسل رسائل تطمين للمسيحيين لأن عندهم تخوف شديد جدا من صعود الطيار الإسلامي وخاصة إن النغمات تعالد جدا ويمكن الناس البسطاء بيجمعوا بين كل الطيارات الإسلامية في الحرية والعدالة لكن أنا متفقلة قوي وحس إن البرلماني اللي جاي هيبقى ببرلماني خير على مصر حقيقا يا رب إن شاء الله البرلماني جاي ببرلماني خير ومبسوطة جدا بتفاول حضرتك إن شاء الله يتحقق دكتورة مارجرت عايزر سكرتير عام مساعد الحزب الوفد وعضوة مجلس الشعب واشكر حديد جدا على وجودك معنا النهاردة نورت فينا نشكر جدا يا فندم وبجد يعني كلامك عن التفاول كان خير ختام نتمنى لبلدنا التوفيق في الفترة اللي جاي مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا ونهاية يومنا كنا معاكم على مدى ساعتين على الهواء من 9 إلى 11 بكرة نشوفكم مع فريق عمل جديد ونهارك سعيد سلام